تشهد مراكز التطعيم في محافظات مملكة البحرين كافة إقبالاً كبيراً من قبل مختلف الفئات العمرية لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء أمس السبت أكثر من مليون ومائتين وثلاثة وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائتين وسبعة عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وخمسة وسبعين ألف شخص